أشادت لجنة الحريات الصحفية في الاتحاد العام للصحفيين العرب بحالة حرية الصحافة في مملكة البحرين وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته ظهر اليوم بالقاهرة عن حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي عام 2015-2016 وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء جمعيات ونقبات الصحفيين العرب الأعضاء بالاتحاد وعددها 18 منظمة صحفية عربية هذا وقال سيد مهند سليمان نعيمي نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية القام بأعمال مدير عام وكالة البحرين بنى أن تقرير الذي دشنا اليوم أكد أن جميع الصحف في المملكة تتمتع بها مش كبير من حرية الرأي وعلى ديها المجال الواسع عند طرح كافة القضايا والأرى دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة مشيرا إلى أن الواقع المهني يشهد على ذلك ويؤيده وقال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية قال إن لجنة الحريات لم تعتمد تقارير المنظمات الدولية في عدد من البلدان العربية نظرا لعدم حيادتها وشفافيتها مشيرا باستبعاد التقارير المغلوطة لتلك المنظمات والمؤسسات المشبوهة التي تنفذ أجندات تسادف صورة البحرين مشيرا إلى أن جمعية الصحفيين ممثلة بلجنة الحريات فيها قد زودت اللجنة بكافة الحقائق التي تفند زيف تلك الاعتداء بل الادعاءات كما ثمنت هذه الخطوة التي تعكس مصداقية عمل لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤكدا أن مملكة البحرين يشهدها القاسي والداني بسجل حريات واسع في ظل مشروع إصراحي لجلالة الملكة الذي كفل حرية الرأي والتعبير وضمان عدم سجن أي صحفي بسبب رأيه